السلام عليكم ورحمة الله فيديو جديد إن شاء الله لنسبة النشاط المونير ونشاط العلمي السنة رابعة والدرس هو درس خصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة لأننا شفنا في الحصة السابقة الاحتياجات دي الكائنات الحية يعني الاحتياجات شفنا الحيوانات العاشبة شفنا الحيوانات اللي هي لا حيما شفنا كذلك النباتات شنو كتحتاج النباتات باش تنمو بشكل جيد يعني وكلنا خاص لكون واسط موضع وتكون الماء وأملاح مدينية وهذه هما الاحتياجات دي الكائنات الحية إذن بالنسبة للدرس دي اليوم إن شاء الله اللي هو خصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة إحنا دائما كنا مثلا إلا كنا هيت نشوفه مثلا في هذا في هذا البرد هذا أو لقرب البرد أو لا كنا نلاحظوا على أن الطيور كبير كثير بزف كتكون في السماء كتبلينة كتكون غادية في مجموعة هات الطيور علش علش كتبق في مجموعة وفي هذا البرد كتبقاش تبالينة بزف علش لأن الطيور كتهاجر علش كتهاجر لأنكي قهارها البرد وكتهاجر من المناطق اللي هي بردة من المناطق اللي هي معتدلة أو سخونة المهم أن تكون فيها الحرارة وفي نفس الوقت اللي عنده مثلا الارنب او الارنب اللي كي يشوفه خصوصا الناس اللي هم اقرب الغابعة تيبال لهم الارنب في فصل الشتاء تيبال شكل وبالنسبة الارنب في الصيف شكل القونفود اللي عمروه شفوف الغابعة تيبال لك انه تيدخال وما تيكونش الارنب اللي عدين قد دوليوما الدرس ديانا الهدف ديالو هو ما اولا الهدف ديانا هو اننا ندرس السلوكات ديارباد الحيوانات في اوساطي عيشها ثم كدلك نربطو هد السلوكات هادو فيما بين الحيوان والبيئ اللي كي عيش فيها يعني لكامportمان انا نتسأل اتنام مشاهدة التلاميذ لشاريط وطائق حول سلوك الارنب بين فصل الشتاء والصيف اتار انتباعهم تغير لون فروه بين هذين الفصلين يعني الصورة واحد والصورة اثنين في نظاركم شن هو السؤال اللي ممكن اننا نتسألوه السؤال اللي ممكن اننا اي واحد يتسألوه هو ممكن قلوه ما هي مظاهر تغيير سلوك الحيوانات خلال السنة يعني هلشي تغيير سلوك سلوك الحيوانات 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 خلال السنة يعني هلشي تغيير سلوك ديالهم طيور كتهاجر الارنب هانتو ما لاحظوا ان اللون هنا يغري يعني ممكن نقولو رمادي وهنا اللون اللي هو بني يميلو الى الاسفارة هلو غادي انجرو فرضيات الفرضيات اللي ممكن يطرحها اي واحد انه هاد تغيير هادا نقولو بسبب البرودة او لا بسبب الحرارة يغير الحيوان مثلا اه سلوكه هادو من بالفرضيات اللي ممكن يتلحوم تلعمد صورة واحد ما لون الارنب خلال فصل الصيف انا هادتي يباليا لون رمادي ممكن يبالشي واحد يبال ابيض انا كيباليا رمادي بالنسبة اللون الارنب خلال فصل الصيف يميلو الى الاسفرار ممكن تالي قلبوا اني اراها صحح ما سلوك الارنب خلال السنة سلوك الارنب هي يغير تغيير 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 الفرو بدي الفرو ديالو لاحظو كي كان في الصيف و كي ولا لون الفور لون او لا تغيير الفرو اذكر سلوك اللقالق خلال فصل الشتاء اشنو كدهر ان اللقالق تهاجر اذكر سلوك القنفد خلال فصل الصيف القنفد كي ناس يعني هو في سبات القنفد خلال فصل الشتاء القنفد في سبات القنفد في سبات سبات خلال فصل الشتاء يعني كي ناس بعض الحيوانات تسلك سلوكات مختلفة لكي تبقى على قيد الحياة فمنها ما يهاجر من المناطق الباردة الى المناطق الدافئة كالطيور ومنها ما يغير شكله تفاديا للافتراس 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 ومنها ما يدخل في سبات في سبات يعني تي ناس خلال الفصل البارد عند ندرة الطعام يعني ما تكون الطعام تي ناس استثمر تعلماتي كتابة صح او خطأ تهاجر الطيور في فصل الشتاء من المناطق الباردة الى المناطق المعتدلة صحيح ان الطيور كالطير او لك تهاجر المناطق اللي هي فيها حرارة معتدلة او لا فيها حرارة تهاجر الطيور في فصل الشتاء من المناطق المعتدلة الى المناطق الباردة خطأ يدخل القنفد في سبات خلال فصل الصيف خطأ 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 يدخل القنفد في سبات خلال فصل الشتاء صحيح خطأ البعض انا اوزو انا انسك انسك اللي بير انا فروت فروت ولي رائع انظر انحدثم العلية الذي يخيفه ذهبه الذي ، يخیفه ثم افعالデ بعض ما يمكنك يدعون كهو يمكن أن يقوم بخير المعارضة على المدينة سوف نكمل هنا دو ليبر وليتي كش نسيب نيناء ديفيران ديفيران يعني هذي للمونت للمونتشان ديالو رايلي ديفيران دائم هذي يالا ديكسيون ليدن نحن إذا هذا هو الدرس دياليوم كانت من أنكم فهمتو خصائص ديال أو لا خصائص الحيوانات وتفاعلها يعني التفاعل ديالها مع البيئة كلي تغيير الفرو كلي تهاجر كلي تينعس مخافة كلي كي يخاف من الافتراس كلي كي مع الندرة ديالطعام يعني تكون في سوبة إن شاء الله في الدرس المقبل غادي نراجع معكم الدرس ديال في إطار تفاعل مع الخصائص الحيوانات وتفاعلها مع البيئة غادي نشوفو العلاقة الغذائية ديال الحيوانات هنا شفنا السلوكات ديال بعض الحيوانات السلوكات ديالها في وسط يعيش يعني تغيير ديال سلوك ديالها وما تبخلوش عليها كمتلا نقول بلايك وكانت بناء نتعجبكم القناة وإلى عجباتكم أنكم تبارتجوها مع الأصدقاء ديالكم وشكرا وشكرا لكم